اشتركوا في القناة مرآي ببساطة هو أننا نضع المريض داخل مغناطيس ثم نرسل إليه موجات راديو ثم بعد ذلك نطفئ أمواج الراديو فينبعث من جسم المريض إشارات نلتقطها وندخلها إلى جهاز الكمبيوتر ليشكل لنا الصورة هذا هو المفهوم العام للأم آرآي بشكل مبسط جدا والآن لنقلب الصفحة ونبدأ بالدخول ببعض التفاصيل ماذا يحدث عندما نضع المريض داخل مغناطيس الأم آرآي؟ لفهم ذلك سنتعرف على بعض الأمور الفيزيائية البسيطة لنفترض لدينا هذه الذرة داخلها هناك النواة ندخل إلى داخل النواة سنجد بداخلها البروتون هذا البروتون ذو شحن كهربائي موجبة وهي تشبه الكواكب الصغيرة فهي تدور باستمرار حول نفسها بهذا الشكل هذا الدوران نسميه سبين بمعنى أنها تدور حول نفسها إذن البروتون ذو شحن كهربائي موجبة ويدور حول نفسه بحركة سبينينغ في الفيزياء إذا كان لدينا جسم مشحون ويتحرك سيولد بذلك تيار كهربائي وبالتالي سينتج عنه مجال مغناطيسي فالبروتون بحركته هذه وبالشحن الكهربائي التي يحملها سيصنع حوله مجال مغناطيسي وهذا هو الحال نفسه بالنسبة للكرة الأرضية فهي تحمل شحنة كهربائية وتدور حول نفسها وبالتالي سينتج عنها مجال مغناطيسي لذلك فعندما نستخدم البوصلة تتحرك بجهة الجنوب هذا بتأثير مغناطيسية الأرض إذن حتى الآن كل ما علينا أن نفهمه وأن البروتون يدور حول نفسه فيصنع مجال مغناطيسي ويمكننا أيضا اعتبار هذا البروتون وكأنه مغناطيس صغير حسنا ماذا يحدث لهذه البروتونات إذا وضعناها في مغناطيس خارجي؟ نضع مغناطيس خارجي فتصطف هذه البروتونات بشكل موازي لبعضها لكن بعضها يتجه نحو الأعلى وبعضها الآخر يتجه نحو الأسفل البروتونات التي جهتها نحو الأعلى تتجه مع جهة الحق المغناطيسي الخارجي والبروتونات التي جهتها نحو الأسفل تتجه بعكس جهة الحق المغناطيسي الخارجي ولكن هناك فرق في الطاقة بين أن تقف البروتونات مع جهة الحق المغناطيسي وبين أن تقف بعكسه ولفهم ذلك سنترح مثل لنفترض هناك شخصين واحد يسير على قدميه وواحد يسير على يديه الذي يسير على قدميه سيبزل طاقة قليلة للمشي أما الذي يسير على يديه فسيبزل طاقة عالية لذلك فهناك فرق في الطاقة بينهما وهكذا البروتونات هناك فرق في الطاقة بين التي تتجه بجهة المجال المغناطيسي وبين التي تتجه بعكس جهة المجال المغناطيسي لنقم بمراجعة سريعة لما أخذناه حتى الآن إذن أخذنا أن الذرة داخلها نواة وداخل هذه النواة بروتون وهذا البروتون ذو شحن كاروبائي موجبة ويدور حول نفسه فينتج عنه مجال مغناطيسي وعند وضع البروتونات في مغناطيس خارجي تصطف بشكل متوازي منها يتجه نحو الأعلى ومنها يتجه نحو الأسفل ولكن هناك فرق في الطاقة بين التي تتجه نحو الأعلى وبين التي تتجه نحو الأسفل في الطبيعة البروتونات تتجه مع جهة الحقل المغناطيسي لأنه يحتاج إلى بذل طاقة أقل كما هو الحال عندما أعطينا مثال عن من يمشي على قدميه ومن يمشي على يديه طبعا الاتجاه المفضل للسير على قدمين لأنه يحتاج إلى طاقة أقل وكذلك البروتونات تفضل الاتجاه بجهة الحقل المغناطيسي وبالتالي سنلاحظ هناك فرق في عدد البروتونات التي تتجه نحو الأعلى وبين البروتونات التي تتجه نحو الأسفل فمثلا إذا كان لدينا 10 مليون بروتون يتجه نحو الأسفل فهناك 10 مليون و 7 بروتونات تتجه نحو الأعلى أي هناك فرق 7 بروتونات هذه البروتونات هي ما يهمنا في الMRI والآن لنرقب هذه البروتونات سنلاحظ أنها تتحرك أيضاً بحركة دورانية بهذا الشكل هذه الحركة نسميها بريساشينغ هذه الحركة بشكل دوراني نسميه بريساشينغ حركتها حول نفسها نسميها سبينينغ أما حركتها الدورانية فنسميها بريساشين إذا كنت تتذكر لعبة الأطفال القديمة التي تدور بشكل سريع هذه هي حركة السبينينغ إذا ضغطنا عليها من الأعلى فاستبدأ بالتذبذب بهذا الشكل هذه الحركة نقول عنها بريساشين ولكن سرعة الدوران التي يدورها البروتون أسرع من ذلك بكثير فهو يدور بسرعة هائلة جداً ولكن هنا نحن نمثلها بهذه الحركة لتبسيط الشرح وكلما زادت قوة المغناطيس الخارجي كلما زادت سرعة تردد البرساشين ويمكن تشبيهها بأوتار الكمان فكلما طبقنا قوة أكثر على الأوتار كلما ترددت بشكل أكبر وكذلك البروتون كلما طبقنا عليه قوة مغناطيسية أقوى كلما زاد تردد البرساشين فيه وفي الMRI يهمنا حساب سرعة تردد البرساشين ويتم حسابه باستخدام معادلة بسيطة تسمى لارمور معادلة لارمور نستخدمها لحساب سرعة تردد البرساشين نرمز لمعادلة لارمور بهذا الرمز وكما قلنا فهي تعتمد على قوة المجال المغناطيسي المستخدم فتكون المعادلة بهذا الشكل لنظر الأولى ستظن أنها معادلة صعبة لكنها بسيطة جدا هذا الرمز هو اسم المعادلة لارمور وهذا الرمز هو جيومترية المغناطيس وهي حسب نوع مادة المغناطيس ورمز بي هو قوة المغناطيس ونحسبها بالتسلا فمثلا إذا فرضنا لدينا هذا المغناطيس وأردنا حساب سرعة تردد دوران البرساشين للبروتون هنا نسأل ما هي قيمة جيومترية المغناطيس سيخبروننا أنها مثلا 28.3 ونسأل ما هي قوة هذا المجال المغناطيسي فمثلا سيخبروننا أنها 1.5 تسلا هنا نضرب الـ 28.3 مع الـ 1.5 تسلا فنحصل على 42.5 ميجا هرتز تسلا وهي سرعة البرساشين للبروتون كل هذه المعادلة والحسابات لن نتعمق بها كثيرا وستصبح الأفكار أوضح في الدروس القادمة سنقوم بمراجعة سريعة لكل ما أخذناه في هذا الدرس إذن الذرة تحتوي على نواة داخل النواة هناك بروتون البروتون ذو شحنة موجبة وهو يدور بحركة سبينينغ حول نفسه فعندما نضع المريض داخل المغناطيس فهذه البروتونات تنتظم بشكل متوازي منها يتجه نحو الأعلى ومنها يتجه نحو الأسفل ولكن هناك فرق في عدد البروتونات التي تتجه نحو الأعلى وعن التي تتجه نحو الأسفل والبروتونات تتحرك أيضا بحركة دورانية نسميها بريسيشن يمكن حساب سرعة دوران البرسيشن باستخدام معادلة لارمور التي تعتمد على قوة مجال المغناطيس المستخدم وهذا هو درس اليوم أتمنى أن تكون الأفكار سهلة وواضحة ولنلقي نظرة على هذه المعلومات في الكتاب إذن في الكتاب هذا هو الكتاب هذه هي مقدمة وهنا نبدأ في الخطوات البسيطة للتصوير الرنين يدخل المريض داخل مغناطيس ماغنيت ونرسل إليه إشارات راديو ثم نوقف إشارات الراديو فالمريض ينبعث منه إشارات راديوية نستقبل الإشارات ونركب الصورة هذه هي الخطوات البسيطة للرنين المغناطيسي هنا نتحدث عن أن البروتون يشبه الكوكب ويدور حول نفسه بحركة سبينينغ فبما أنه يحتوي على شحنة موجبة ويدور حول نفسه فهو يصنع مجال مغناطيسي والبروتونات تتحرك بشكل عشوائي فعندما نضعها في مجال مغناطيسي تنتظم حركتها وتصبح موازية لبعضها منها يتجه نحو الأعلى ومنها يتجه نحو الأسفل وبما أن الوقوف مع جهة الحقل المغناطيسي لا يحتاج إلى طاقة عالية فالعدد الأكبر من البروتونات تتجه مع جهة الحقل والعدد الأقل يتجه بعكس جهة الحقل وأعطونا مثال على أن الأشخاص التي تقف على قدميها تحتاج إلى جهة أقل لذلك فأغلب العالم تسير على قدميها والأقل يسير على يديه فمثلا إذا كان لدينا عشرة مليون بروتون يقفون على يديهم فسنجد أن الأكثرية وهم عشرة مليون وسبعة يقفون على قدميهم لذلك سموه هذا صفرين سبعة والبروتون يتحرك أيضا حركة أخرى وهي حركة تسمى بريستشن وهي تشبه حركة النحلة التي كان يلعب فيها الأطفال بهذا الشكل ولحساب سرعة البرستشن نستخدم معادلة لارمور وهذا هو رمز معادلة لارمور هذا هو رمز جيامترية المغناطيس وتختلف من المغناطيس لآخر حسب نوع المعدن الذي صنع منه أما البي فهو شدة المجال المغناطيسي وهذه هي معادلة لارمور في الدرس القادم سنبدأ من صفحة إدعاش وشكرا للمتابعة ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر